اهلا بكم من جديد في حصة مغاربية في موريتانيا اعلنت منسقية احزاب وتحالفات المعارضة مشاركتها في التشاور المرتقب اطلاقه خلال الاسابيع القادمة وذلك بعد اشهر من الجدل والمطالبة بتقديم تطمينات لها من اجل هذه المشاركة تحالفات احزاب المعارضة قالت ان مشاركتها اتت بعد تحليل معمق لحالة الازمة السياسية متعددة الاوجة التي تمر بها البلاد احزاب المعارضة طالبت ايضا بتاسيس لجنة موزعة بالتساوي بين قطبي المشهد السياسي الموالي والمعارض للتحضير للحوار وبالتوافق على الية محددة وجدية ومهنية وذات صلاحية لاستخلاص نتائج الحوار للمرة الثانية خلال اسبوع تؤكد منسقية احزاب وتحالفات المعارضة مشاركتها في الحوار الوطني المرتقب او التشاور كما تسميه الاغلبي الحاكمة قرار المشاركة مؤسس على ضمانات تقول احزاب المعارضة التي تطالب بتوزيع الادوار بالتساوي في لجنة تنظيم الحوار تقرن منسقية احزاب وتحالفات المعارضة الديمقراطية المشاركة في الحوار الوطني وهي مشاركة نريدها ان تكون شاملة وفعالة اذ هي مؤسسة على الضمانات المقدمة بان هذا الحوار سيكون شاملا وافتوحا امام كل القوى الحية وبعد اشهر من الشد والجذب بين احزاب المعارضة والمولاة يبدو المشهد توافقيا لأول مرة في التاريخ السياسي الموريتاني نحو المضي في تنظيم حوار يشارك فيه الجميع ورغم هذه المفارقة في تاريخ الدولة الستينية لا يعول كثير من الموريتانيين على حوارات بعض الساسة الذين يحملهم مسؤولية ازمات البلاد النخبة السياسية الموجودة الان ليست لديها رؤى تمكن ان تخرج موريتانيا من حالتها وانا اعتقد انهم لا يسعون اطلاقا الى اخراج موريتانيا من حالتها هم يريدونها ان تكون هكذا لكي يظلوا محافظين على مناصبهم دولة ليست خارجة من حرب اهلية وتحتاج الى حوار من هذا النوع البلد قائم الخطوط العريضة متفق عليها المشكلة هي مشكلة التطبيق النهم القانونية والدستورية الموجودة ووسط مشهد الوفاق الحالية يثير ترتيب ملفات التشاور مخاوف بعض القادة السياسيين حول امكانية نجاح الحوار ينتظر الشارع الموريتانيو ان يحقق الحوار المرتقب مكاسب بالاجماع تقضي بمحاربة الفساد واقامة العدل ودولة القانون فيما لا يخفي كثيرون احباطهم من امكانية تجاوز الساسة لخلافاتهم البينية والفكرية محمد راشي خناة الغد نواكشوت وينضم الينا من نواكشوت الدكتور الصوفي ولدي الشيباني عضو البرلمان ونائب رئيس حزب التواصل حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية اهلا بك معنا في حصة مغاربية دكتور الصوفي وفقتم على المشاركة في التشاور رغم انه كان لديكم موقف ضده قبل وقت قريب بل اصبحتم اليوم تدعون باقي القوى السياسية للمشاركة في هذا التشاور ما أسباب هذا التغير اللافت من قبلكم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد وآله والصحبه أجمعين شكرا لكم وهن مشاهدين والأمة الإسلامية عامة لذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم للتصحيح نحن لم نكن يوما معترضين على الحوار بل أن الكل كان يطالب بالحوار ونحن جزء منه لكن كان الخلاف يدور حول شكل الحوار المطلوب متى يكونوا جديا ومتى تكون توفر له الضمانات المطلوبة ومتى يكونوا شاملا فهذه الأسئلة هي التي كنا نترح والبحث عن أجوبة لها هو الذي كان يترتب عليه قرار المشاركة من عدمه وكما ورد في تقريركم حصيلة الاتصالات بين الأطراف السياسية في الأمن الأخيرة وكذلك خطاب فخامت الرئيس الذي قال فيه أن الحوار سيكون شاملا في مواضعه ومشاركنا فيه كل ذلك نجمع عنه خلق استعداد وقبول لدى مختلف الأطراف للمشاركة في الحوار معناها أن الأجواء الآن أصبحت أكثر إيجابية للمشاركة في الحوار لكن لتصحيح لم يكن يوما مؤترضين على الحوار بل العكس هو مطلوب قديم كانت لديكم مطالب أو شروط معينة بشأن إجراء هذا الحوار بدءا بالاختلاف حول التشاور أم حوار وصولا إلى حتى جدول الأعمال دكتور الشيباني لكن أنتم أكثر من شهرين في الفترة الماضية كنتم توجهون انتقادات لاذعة للرئيس الموريتاني وصل بكم الأمر حتى مطالبته بالاستقالة بخصوص ما كان يتم تداوله بشأن هذا الحوار اليوم لو تعطينا تفاصيل أكثر أنت أشرت إلى اتصالات يعني ما دورت في هذه الاتصالات؟ اتصالات مع من بالضبط؟ اتصالات بين الفاعلين السياسيين معناها بين الأطراف السياسية المهتمة بالحوار الموالية والمعارضة حصلت اتصالات نجمع عنها نوع من تطمينات بأن مطالب المعارضة وخصوصا فيما يتعلق بشمولية الحوار وب إتاحة الفرصة لطرح كل إشكالات الوطنية فيه حصلت المعارضة على تطمينات بأن حوار أي حوار سيطلق ستتوفر فيه وبالتالي أصبحت الإجواء كما قلت أكثر إيجابية طيب وهو ما دفع بمنسقية حزاب وتحالفات المعارضة الديمقراطية إلى أن تعبر عن موقفها لأنها أصلا هي تطالب بالحوار ككيانات مفردة وككتلة وعندما وجدت الظروف الآن قد تكون مناسبة لك سارعت إلى إعلان موقفها وإلى مطالبة كل الأطراف الفائلة بالساحة بأن تأتي بروح إيجابية وروح انفتاح من أجل أن يكونوا حوارا جادا وحوارا يساهموا في تجاوز التحديات والمشكلات التي تواجه البلاد لكن رغم ذلك في المؤتمر الصحف الذي عقد الأثنين في نواكشوت حزبكم قال بأنه سوف يبقى متيقظ ما معنى ذلك؟ هل يعني هذا بأن هناك شكوك في هذه التطمينات التي تلقيتموها؟ الأمر ليس كذلك لكن عندما عادة عندما تدخل الأطراف في الحوار تظهر بعض الأمور التي لم تكن يعني معروفة سلفا وتظهر بعض العقبات ويتم اختبار النوايا ومدى الجدية ولعل الإشارة التي ذكرتها وماذا سوف تفعلون إذا ما حصل انحراف؟ طبعا أو عدم التزام كامل بالشروط المتفق عليها الآن؟ أولا لا بد أن نقول أن عندما نوافق على الحوار ونمضي إليه فينبضي أن نكون متفائلين وأن يكون لدينا من المرونة ومن الاستعداد ما يتطلبه الحال ومع ذلك فلكل ما قام مقال طبعا عندما يظهر أن الحوار ليس جديا وأن المخاوف التي كانت لدى هذه الأطراف أنها مؤسسة فعندها ستقيم الوضع وستتخذ ما تراه من إجراءات يعني الحوار لا يفضي إلى حل المشكلات الوطنية الكبرى لا يفضي إلى ضمان انتخابات شفافة وحرة ونزية لا يفضي إلى إيجاد حكامة رشيدة تحدثه قطيعة تم على فساد لا يوجد حلول المظالم التاريخية سواء بما يتعلق بمخلفات الرقب وبقايا أو بما يتعلق بالإرد الإنساني الحوار لا يتطرق إلى هذه الأمور وغيرها ولا يستاهموا في تحسين ظروف المواطنين طبعا لا أحد يرغب في مضيفه لكن نحن متفائلين أن الأجواء تسمح بأن يكون حوار جاد وأن نرجو ذلك لتأكيد لتاج إيجابي لصالح البطن من الواقشوت الدكتور الصوفي والدي شباني عضو البرلمان نائب رئيس حزب تواصل شكرا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر